ورحم الله أحمد شوقي حيث قال في همزيته وتضوعت مسكا بك الغبراء يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء ذعرت عروش الظالمين فزلزلت وعلت على تيجانهم أصداء والنار خاوية الجوانب حولهم جمعت ذوائبها وغاض الماء والآي تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء ومن الآيات والعجائب التي وقعت بين يدي ولادة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أولا ارتجاس إيوان كسرى ارتعاده كالزلزال وسقوط أربع عشرة شرفا من شرفاته الآية الثانية وغاضت بحيرة ساوى هذه البحيرة العظيمة الكبيرة وكانت تسير فيها السفن ثالثا خمدت نيران فارس خلدت هذه آية خمدت نيران فارس التي كانوا يعبدونها ولم تخمد منذ ألف عام فاللهم صلي على سيدنا محمد صلاة وتسليم دائمين أبدا إلى يوم الدين رغم أنوف الحاقدين والحاسدين والعن من أرادوا تشويها شخصيته العظيمة والمس بشخصه الكريم وهذا ديدن اليهود والنصارى الصليبيين والمجز من زمان فلم يتغير سوى الأسلوب أما الحقد على دين الإسلام وعلى رسوله الكريم وعلى المسلمين فهو هو وحبنا للرسول الأعظم وغيرتنا على ما وقع لشخصه يجب أن يترجم إلى التزام صادق بالكتاب الذي أنزل عليه وبسنته وسيرته التي هي الترجمة الواقعية الحقيقية للكتاب فاللهم تبت قلوبنا على دينك ووفقنا لما فيه رضاك اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولانا في من توليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لك يا ربنا يا رب العالم